السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي الفيديو لهذا اليوم سيكون حول ال RFID طبعا صار لنا فترة جدا كبيرة قاطعين على الاردوينو ان شاء الله رجعنا ورح يكون فيديو اسبوعيا حول الاردوينو باذن الله ويتقدرون اتراجعون الفيديوهات السابقة الخاصة بالاردوينو موجودة في قناتي موجودة قائمة تشغيل تحتوي على كل الفيديوهات مثل ما وضحنا انه الفيديو لهذا اليوم رح يكون على بطاقة ال RFID واللي اقصد بها تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو الراديو فريكونسي طبعا هذه البطاقات اقدر اربطها مع بورد الاردوينو طبعا مثل ما عرفنا بالفيديوهات السابقة انه بوردات الاردوينو موجودة بانواع مختلفة جدا خليني نتعرف على ال RFID هذي لها ترددات موجية راديوية مختلفة طبعا كل موديل الى تردد معين موجودة بانواع مختلفة اليوم اللي رح نستخدمه اللي هو ال RFID RC522 هذا الموجة ماتة او التردد ماتة هو 13.56 ميجا هرتز موجودة انواع ثانية مثلا عدنا ال RFID EM4010 هذا يكون التردد مالتا 125 كيلو هرتز وغيرها من الانواع تقدر انه تختار النوع المناسب حسب المشروع اللي تحتاجه اذا حبيتوا انه تعرفون معلومات اكثر على ال RFID تقدرون تدخلون على جوجل وتبحثون رح تحصلون على معلومات جدا كثيرة ادنا مثلا هذه البطاقات اللي هي خاصة بال RFID موجودة بانواع مختلفة اما تكون بشكل بطاقات او تكون بشكل هذه القطع يعني باي شكل اخر لو اريد اقسم هذه البطاقات او اقسم هذه القطع اللي من خلالها اقدر انه اتعامل مع ال RFID رح تكون بطاقات فعالة وبطاقات غير فعالة البطاقات الفعالة اللي اقصد بيها انه هذه البطاقات تحتوي على مصدر طاقة في داخلها وهذا النوع تكون مسافة التحسس او مسافة التحكم شوف شونه تريد تسميها يعني مسافة طويلة جدا ممكن تكون 50 متر او 100 متر اقدر انه اتحكم باستخدام هذه الموجات النوع الاخر البطاقات غير الفعالة او غير النشطة اللي تكون بموجات قصيرة وهذا النوع ما يحتوي على مصدر طاقة مثل البطاقات هذه بالضبط هذه البطاقات طبعا ما تحتوي على مصدر طاقة لكن تاخذ مصدر الطاقة من البورد الخاص بهذه البطاقات من خلال المجال الكهرومغناطيسي طيب هذه كانت مقدمة بسيطة المشروع لهذا اليوم راح يكون عبارة عن تشغيل لد اذا كانت البطاقة صحيحة راح يشتغل عندي اللد باللون الازرق واذا كانت البطاقة خاطئة راح يشتغل عندي اللد باللون البرتقالي مع وجود مصدر صوتي هذه القطع اللي استخدمها وهذه البطاقة طبعا عندي مجموعة من البطاقات تقدر انه كل بطاقة تستخدمها طيب شنو الادوات اللي احتاجها حتى انجز هذا المشروع اولا احتاج الى بورد اردوينو ايضا احتاج الى بورد RFID النوع اللي استخدمها عني RC522 ايضا احتاج الى مجموعة من اسلاك التوصيل واحتاج الى بريد بورد واحتاج الى اثنين لد ومصدر صوتي هذه القطع اللي احتاجها هس رح نتحول ونشرح طريقة الربط طبعا الخارطة او الخريطة الخاصة بالربط موجودة اسفل وصف الفيديو تقدرون انه تحملوها موضحة بشكل كامل وهس ابدأ بعملية الربط اوصل بورد RFID مع بورد الاردوينو طبعا ازوده بمصدر فولتية اللي هو 3.3 فولت اللي يشتغل عليه بورد الـ RFID ازوده من نفس بورد الاردوينو بعدها اوصل الـ RST بمنفذ رقم 9 هذا هو الـ RST اوصله بمنفذ رقم 9 بعدها السالب اوصله بالسالب الخاص بالاردوينو عندي الـ R او الـ IRQ هذا اتركه مرح استخدمه بعدها عندي الـ MISO اوصله بمنفذ رقم 12 و الـ MOSI اوصله بمنفذ 11 وبقى الـ SCK اوصله بمنفذ رقم 13 اللي موجود على بورد الاردوينو و اخيراً SDA اوصله بمنفذ رقم 10 او BIN اللي موجود على بورد الاردوينو بهذا الشكل طبعاً انتهت من توصيل بورد الـ RFID مع بورد الاردوينو هسه رح اوصل الـ LED الازرق و اوصل الـ LED اللون البرتقالي و المصدر الصوتي طبعاً ازاودهم بالـ Voltier عندي بالنسبة للـ LED الازرق رح اوصله بمنفذ رقم 5 اللي موجود على بورد الاردوينو هذا BIN رقم 5 اوصله مع اللد الازرق وبالنسبة للد البرتقالي رح اوصله مع البن رقم 6 و عندي المصدر الصوتي اوصله بمنفذ رقم 7 بقى عندي اوصلهم بالقطب السالب طبعاً كلهم اوحدهم بنفس التوصيلة وبهذا الشكل انتهيت من الربط و اوضحنا الربط بكل بساطة عندي هذا بورد الـ RFID وصلناه مع بورد الاردوينو واللدات ايضاً وصلناها مع بورد الاردوينو تقدر تشوف الخريطة الخاصة بالربط و تحملها من الرابط اللي موجود اسف الوصف الفيديو يمكن الرابط مكن عندك واضح لكنه جداً بسيط مجرد توصل المنافذ الخاصة ببورد الـ RFID مع بورد الاردوينو هذه المنافذ موجودة اسماها توصلها مع المنافذ الخاصة بالاردوينو و كذلك اللد بعد ان تنتهي من التوصيل هسا شنو اللي راح نسوي نوصل بورد الاردوينو مع الكمبيوتر و نتحول الى الكمبيوتر حتى ننقل الكود الخاص بالبرمجة و اشرح لكم هذا الكود بشكل بسيط موسيقى فمثل ما تلاحظون انتهينا من الرابط و وصلنا بورد الاردوينو مع اللابتوب هسا ادي هذا الكود طبعاً تقدرون تراجعون الفيديوهات السابقة و موضح بها شون تنصب البرنامج شون تنقل الكود ايضاً شون تضيف المكتبات عندي هذا الكود هسا اشرحها بشكل سريع هذه المكتبات اللي معرفها ايضاً الروابط الخاصة بالمكتبات و شرح طريقة الاضافة كلها رح تشوفوها موجودة اسفل الوصف الفيديو عندي هذا الجزء اهناني هذا الجزء هو رقم البطاقة طبعاً كل بطاقة من هذه البطاقات الها رقم خاص بيها مثل ما تشاهدون عندي مجموعة من هذه البطاقات طبعاً نقدر انه بعدين اطبع على البطاقة الاسم او التصميم الياردة لكن كل بطاقة من هذه البطاقات او كل قطعة من هذه القطع الها خلي نقول رقم او كود يختلف على البطاقة الثانية هذا الكود هسه نغيره وبعدياً اوضح لكم شون نعرف الكود او الرقم الخاص بهذه البطاقة بعدها عندي هنا اوضح لك انه الليد متصل مع منفذ رقم ستة وخمسة والمصدر الصوتي متصل مع منفذ رقم سبعة هذا الكود بشكل كامل عندي هنا بالنهاية الاينارة اذا اريد اتحكم بها او الليد وقت تشغيله او وقت الاطفاء ونفس الحالة مثلاً اذا اشتغل عندي الليد الصحيح يعني الكود اذا كان صحيح رح يشتغل عندي الليد الازرق مدة التشغيل هي اثنين ثانية هنانا الفين يعني ثانيتين واذا اريد اكتب مثلاً خمس ثواني رح اكتب خمسة علاف هذا الفيديو اولي ان شاء الله رح تكون فيديوهات ثانية مثلاً شون اصنع بوابة تنفتح وتنغلق من خلال البطاقات الرف ايدي فهذا الكود بشكل كامل هسه اللي اصوي انه ارسل الكود الى بورد الاردوي نو بعد ان ارسل الكود الى بورد الاردوي نو طبعاً انتظر حتى يوصل الكود وصل الكود الى بورد الاردوي نو هسه اللي اصوي افتح المونيتر عندي هذي المونيتر مثل ما تشاهدون هسه الكود او البورد هذا مستعد لاستلام البطاقات هسه انا اريد اشوف اشقد الرقم او الكود الخاص بهذه البطاقة فمجرد انه اضيفه على الكود مثل ما تشاهدون انطاني رقم او قراه الي طبعاً هذا الرقم هو بالهكسة بي ثلاثة اه خمسة سبعة اربعة سبعة ثمانية بي لو اقرأ القطعة الثانية ايضاً رح ينطيني رقم مختلف بي ثلاثة ثمانية دي ستة اف تسع اي طبعاً هذا بالهكسة هسه انا مثلاً من ضفت البطاقة ما قراها وما اشتغل عندي اللد الازرق معناها انه هذا الكود او هذي البطاقة مو صحيحة هسه شون اوافق هذي البطاقة مع البورد نعيد التجربة مثل ما تشاهدون خطأ ما اشتهض الكود اللي موجود امامنا الاول الخاص بالبطاقة اللي هو بي ثلاثة خمسة سبعة اربعة سبعة ثمانية بي هنا انا رح اكتبه بهذا المكان يعني هذا الجزء الاربعة اف رح امسحه واكتب بي ثلاثة بي ثلاثة وجزء الثاني اللي هو خمسة سبعة تسع اي امسحه واكتب خمسة سبعة والثاني اربعة سبعة اثمانية بي الكود نتأكد من عنده بي ثلاثة خمسة سبعة اربعة سبعة ثمانية بي وانطيء ارسال الى بورد الاردوينو هسه طبعا رح يشتغل عندي البورد يعني هذي البطاقة تم تعريفها على البورد هسه مجرد ما يوصل ونتأكد انه فعلاً هذي البطاقة تتوافق او هذي البطاقة صالحة يعني بهذا الشكل رح اقدر انه اعرف هذي البطاقات على بورد الاردوينو مثل ما تشاهدون استلمت الكود هسه ما فتخلي اجرب البطاقة الخاطئة طبعاً هذا نفس البطاقة بالضبط واذا حبيتوا انه تشترون من هذي البطاقات بشكل او بعدد اكبر تقدر انه تشتريهم للانترنت اذا استخدمت بورد الار اف اي دي ار سي خمسمية واثنين وعشرين الكود اللي تحتاجه او البطاقات تحتاج لازم التردد مالتها يكون 13.56 ميجي هرز هسه اجرب ما اشتغل عندي اجرب البطاقة مثل ما تشاهدون اشتغلت عني البطاقة وتم تعريفها على البورد هذا فمثلاً لو اجرب هذي البطاقات اللي هي خاصة ببطاقة او ببورد اخر يختلف عن هذا البورد اللي هو الامن اتصور 4010 هتلاحظ ما يشتغل لانه الموجة مالتها او التردد الراديوي يختلف عن هذي البطاقة لانه هذا يشتغل على موجة مية وخمسة وعشرين كيلو هرز بينما هذي 13.56 ميجي هرز طيب هسه اريد هذي البطاقة اريد تتعرف على البورد مثل ما لاحظ انه مجاي تتعرف فاضغط على المونيتر هنا ابدأ بتعريفها انطاني الرقم مالتهم بي ثلاثة ثمانية دي ستة اف تسع اي ايضاً اقوم بكتابته بهذا المكان بي ثلاثة ثمانية دي ثمانية دي ستة اف ستة اف تسع اي تسع اي وانطيء ارسال الى بورد الاردوينو تم استلام الكود هسه خلي اجرب البطاقة اللي جرهتها قبل قليل مثل ما لاحظ ما اشتغلت عني البطاقة هسه اجرب هذه القطعة اللي تم تعريفها بالنسبة لهذا المشروع هو عبارة عن نموذج اولي تقدر انه تطوره فيما بعد وتحسنه ان شاء الله رح تكون اكو فيديوهات اكثر حول هذا المجال يعني هذا مجرد انه يعرف البطاقة تقدر انه هذه البطاقة تخليها تتوافق مع البورد وفي الختام لا يسعنا القول الا السلام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة